يعتقد أن صنعاء كانت عاصمة اليمن ومركزها منذ القرن الرابع قبل الميلاد وهي واحدة من المدن المأهولة باستمرار وتقع المدينة ضمن ما يشار إليه في النصوص السبائية القديمة بأرض همدا أي أرض همدان وأول ذكر لها بهذه الصيقة هو صنعو الذي يعود للقرن الخامس قبل الميلاد في نص دونه زعيم قبيلة بكيل في ذلك الوقت فصنعاء كانت في بدايتها حصنا يقع ضمن أرض همدان أو أرضم همدا في النصوص السبائية وترجمتها أرض الهمد وتعني الأرض الجافة التي لا نبات فيها فهمدان اسم لمنطقة جغرافية قبل أن يصبح اسما لقبيلة في عصور لاحقة ومع انتقال العرش السبائي إلى أبناء همدان في القرن الرابع قبل الميلاد ازدادت أهمية المنطقة سياسيا وأصبح زعماء حاشد وبكيل يلقبون أنفسهم أملك سباء أي ملوك سباء إلى جانب الملك الأوحد للبلاد والذي كان ينتمي إليهم بدوره واسمه وهبئيل يحز فقد كانوا يعتبرون أنفسهم مشاركين في الحكم ولم يكن الملوك أنفسهم يجدون حرجا في ذلك ومع أن بعض علماء الآثار أرجعوا بداية اعتبار صنعاء عاصمة للقرن الرابع قبل الميلاد إلا أن ذلك قد لا يكون دقيقا فهناك اعتقاد أنها اكتسبت أهميتها في المملكة السبائية إثر بناء قصر غمدان خلال أيام الملك إيل شرح يحضب في القرن الأول قبل الميلاد فقد أكثر زعم بكيل من ذكرها في الشواهد التي دونها بخط المسند فما ينتهي من حملة خلال عهده الذي كان مليئا بالاضطرابات حتى يعود ويتحصن بصنعاء انتصر المتمردون الحميريون آنذاك على سبأ وجاء ذلك في نص أمر بتدوينه الملك ذمار علي يهبر أحد ملوك مملكة حمير في القرن الأول بعد الميلاد عقب سيطرتهم على صنعاء ولكنهم اعتبروا مدينتهم ظفار في مديرية السد محافظة إب عاصمة للبلاد ولكن الحرب الأهلية بين همدان وحمير لم تنتهي اضطردت حاشد الحميريين من مأرب وصنعاء واستمروا بالحكم حتى النصف الأول من القرن الثالث بعد الميلاد وادعى الهمدانيون أن إلههم الأكبر حين ذاك تالي بريام ترك لهم كتابا آمرا إياهم بنقل موسم الحج السباية الأكبر من مأرب إلى صنعاء قلت أهمية صنعاء مع عودة الحميريين بقيادة شمر يهرعش الذي اعتبر مأرب عاصمة لدولته ثم ظفار وقد كانت كل الكتابات اليونانية والبيزنطية تشير إلى مأرب أو ظفار وعند التصدعات التي أصابت سد مأرب التي يرجح جون فيليبي في كتابه خلفية الإسلام أنها كانت ناتجة عن كارثة طبيعية خلال حياة الملك شرحبي ليعفر في القرن الخامس الميلادي مما دفع بالحميريين إلى نقل الكثير من السكان إلى صنعاء بغية تخفيف الضغط السكاني على مأرب وعليه يعتقد أنه تم إعادة اعتبارها أي صنعاء عاصمة للبلاد من جديد خلال تلك الفترة من القرن الرابع الميلادي ترجمة نانسي قنقر